السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم طلبة وطالباته لامرصة في الخامس الابتدائي ان شاء الله مكملي ما وعضينا منهج التربية الدنيا الاسلامية للترمي التاني عشرين تلاتة وعشرين من كتاب المدرسة ياريت سنة خمسة القرمش في قراطة تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو ان شاء الله نحلم بعضينا النهاردة قل لها سئلة المحور الثالث وهي هتبدأ معي من صفحة عشر لصفحة سبعة وربعين يلا بينا سنة خمسة نشوف الفيديو بتاعنا عندنا التربية التانية سنة خمسة بيبدأ معنا من المحور الثالث وبعنوان ايه وبعنوان مجتمع يلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا عندنا اول نشاط بدء معنا من صفحة عشر نشاط واحد ضاع علامة صح او علامة خطأ امام كل ما تفيدنا فيه السنة النبوية في حياتنا رقم الف تطبيق تعليمات القرآن الكريم في حياتنا اليومية العبارة صحيحة رقم ب نتعلم كيف نعامل الناس بطريقة حسنة العبارة صحيحة رقم جيم نتبع اخلاق وسلوكيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العبارة صحيحة رقم دال توجيه سلوكيات الاخرين بطريقة ايجابية طبعا هنا ايه العبارة خاطئة نشاط اتنين جلنا نتعلم من السنة النبوية الاخلاق والمعاملات اقرأ المواقف التالية وحدد ما اذا كان احمد قد اتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام لا رقم الف قرر احمد ان يتوضع بشكل مختلف عما تعلمه في درس الوضوء بالمدرسة طبعا هذا ايه ليس اتباع لسيدنا محمد طبعا هنختار ايه نختار الدائرة ونكتف فيها ايه لا رقم ب رأى احمد والده هو يكتب كلمة السر لفتح هاتفي واستخدمها لاحقا ليفتح هاتف ابيه ويلعب به طبعا هنا ايه لا يتبع سنة سيدنا محمد بنا نختار ايه لا رقم جيم يهتم احمد بنظافته الشخصية ونظافة مكانه في الفصل طبعا هنا بيتبع سنة مين سيدنا محمد بنا نحط كلمة ايه نعم رقم دال يحرس احمد على القاء السلام على من حوله عند مقابلتين طبعا هنا ايه يتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنا نكتب ايه نعم رقمها استلف احمد الالوان من احد زملائه لكنه اضاع اللون الازرق بدون قصد واخبر زميله بالخطأ الذي ارتكبه وفي اليوم التالي اعطاه اللون الازرق من علبة الوانه طبعا هنا ايه بيتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنا نختار دائرة ايه نعم نشوف ما بعضنا النشاط رقم ثلاثة قالت يمنا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام واخلاقه اشترك مع افراد مجموعتك في تصميم لوحة بعنوان حق وواجب واكتب كواعد العمل بالفصل لتساعد جميع زملائك على فهم دروسهم به طبعا الاول حاجة نكتب ايه الصدق والامانة طبعا ايه اقول الحقيقة ايه دائما الصبر طبعا لا اقاطع زملائي في اثناء اجابتهم الرحمة اضع اناء ماء ليشرب منه ايه الطيور نشاط واحد ده علام الصح او علامة خطأ مع التصويب الرقفة هي اعلى درجات الرحمة العبارة صحيحة رقم باء من مصاهر رقفة الله عز وجل سبحانه وتعالى بنا انه يقبل توبة المغطئ العبارة صحيحة رقم جيم لتكون رؤوفا بمن حولك عليك لتقبل لا تتقبل اخطاء الاخرين طبعا غلط مفروض ان انا كلنا تقول لنا طبعا نتقبل اخطاء ايه اخطاء الاخرين رقم دال من رقفة الله عز وجل بالمرضى ان يعطيهم الاجر الكبير حتى وان قلت ايه عبادتهم العبارة صحيحة نشوف نشاط رقم اتنين جلي اكمل ما الفرق بين الرحمة والرقفة طبعا الرحمة دي هي رقة في القلب بتدفع الانسان للتعامل مع غيريه بلطف وإحسان لكن الرحمة دي طبعا الرب قلنا الرحمة هي رقة في القلب لكن الرقفة هي اعلى درجات الرحمة واقصر رقة ايه منها رقم ب ما معنى اسم الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرؤوف معناها شديد الرحمة الذي يحب ايصال نعم لعباده من دون الام ويرقف بحالهم ويسهل ايه ويسهل عليهم الامر رقم جيم قال من مظاهر رأفة الله عز وجل بناء انعم علينا طبعا بما نحتاج اليه من دون الم او شقاء نشاط تلاتة قال اكتب في كل جانب من جوانب هذه الدائرة سلوكيات تنفيذها لتساعدك على ان تكون رؤوفا بنفسك واصرتك واصدقائك ومجتمعك طبعا هنكتب اول حاجة بنفسك طبعا ايه ستحدث مع نفسي بطريقة ايجابية طب مع اصدقائك ستتحدث معهم باحترام واعذرهم واسامحهم عند الخطأ طب مع صورتك طبعا اتعاون معهم في مهام المنزل طب مجتمعك طبعا سأحافظ على مظافة المكان من حولي وسأكون رؤوفا ايه بالحيوانات انتقل مع بعضين لصفحة 18 عندي نشاط واحد صل كل صل كل آية بمعناها رقم واحد الذي خلق فسوى طبعا هو الله عز وجل هو خالق كل ما في الكون وقد خلقوه في ايه في افضل صورة رقم اتنين قد افلح من تزكى طبعا انوصلها مع ايه من يتحلى بالخلق الحميد ويبتعد عن الخلق الخبيث فهم الذين كتب الله لهم سبحانه وتعالى ايه السعادة والنجاح في الدنيا والاخرة رقم ثلاثة ونيسرق لليسرة طبعا دي الله سبحانه وتعالى سوف يجعل امور كلها سهلة وميسرة رقم اربع انه يعلم الجهر وما يقفى طبعا الله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء يظهره الناس او يخفونه في صدورهم نشاط رقم اتنين ماذا سنقول عندما واحد ترى اكبر برج في العالم طبعا لما نشوف اكبر برج فهم تشعر بالامتنان عند تناول طعامك المفضل طبعا نقول ايه الحمد لله رقم جيم تشاهد في المنوات اقيا عن عالم الحيوان طبعا نقول ايه سبحان الله نشاط تلاتة نفذ احد السلوكيات الاتية واكتب شعورك بعد الانتهاء السلوك سعدت زميلك على فهم ما فاته من دروس طبعا هنا هشعر ايه هشعر بالود رقم با اطعمت هز ايه هر جائعة طبعا هنا اشعر بالسعادة رقم جيم ازلت اصخر عن الطريق لتساعد زميلك الجالس على المقعد المتحرك طبعا هنا ايه اشعر بالمسئولية رقم دال ذاكرت دروسك في موعدها طبعا هنا ايه اشعر بالرضى نتقل الى صفحة 21 نشاط واحد اختر الاجابة الصحيحة رقم الف الكلمة التي تجمع احرف القلقلة ينمو ولا يرملون ولا قدب جاد طبعا ايه قدب جاد رقم با مخارج احرف القلقلة الحلق والجوف ولا اللسان والشفاتان ولا الفم طبعا مخارج احرف القلقلة اللسان والشفاتان رقم جيم انواع القلقلة خمسة انواع ولا ثلاثة انواع ولا نوعان طبعا نوعان هما ايه القلقلة كبرى وقلقلة ايه صغرة نشاط اتنين صل نوع القلقة بمثاله الصحيح عند القلقلة الكبرى والقلقلة الصغرى القلقلة الكبرى متبثلة في كلمة ايه كسب وكمان وعندي الفلق وعندي كلمة ايه الحجو لكن القلقلة الصغرى في كلمة ايه الدراكة ويقسمون طبعا القلقلة الكبرى بيكون حرف القلقلة في اخر الكلمة لكن القلقلة الصغرى بيكون في ايه في نص اليه في نص الكلمة نشوف ما بعضينا نشاط رقم ثلاثة أكمل رقم ألف القلقلة هي طبعا اهتزاز صوت الحرف الساكن عند النطق به بحيث يصدر عن هذا الاهتزاز نبرة قوية للحرف رقم القلقلة القوبر هي القلقلة طبعا القوية التي يكون صوتها قويا وتطبق إذا جاء حرف القلقلة في آخر الكلب مشددا أو غير مشددا رقم G القلقلة الصغر هي القلقلة طبعا الخفيفة التي يكون صوتها خفيف وتطبق إذا جاء حرف القلقلة في وسط الكلمة نتقم بعضين لصفحة 25 عند نشاط واحد اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين رقم ألف الوباء الذي هزهر في المدينة الطعون ولا الحمى ولا الإنفلوانزا طبعا وباء الحمى رقم باء ممن أصيب بالوباء من الصحابة طبعا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه رقم G من وصايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب الوقاية من الوباء طبعا الابتعاد عن مناطق إيه؟ مناطق الوباء النشاط رقم 2 قال لتخيل إنك في أثناء إجازة الصيف كنت ضمن فريق توعية عن وباء القورونا ما النصائح التي ستقول لها لتوعيتهم عن كيفية التعامل مع الوباء؟ طبعا الوقاية من الوباء وذلك بالابتعاد عن مناطقه الوقاية من الوباء بتقوية مناعة الجسم الوقاية بمعرفة أعراض الوباء وطرق العدوى وقيفية الوقاية منها نشوف نشاط رقم 3 قال لي علمت أن أحد أقرابك أصيب بوباء مثل القورونا فكيف ستتعامل معه لتساعده على تجاوز هذه الفترة؟ طبعا التحدث معه تلفونيا يوميا لطمئنان عليه عرض المساعدة عليه إذا كان يحتاج إلى أمر ما المتابعة اليومية لحاجات الأساسية كالأكل والشرب والأدوية تقديم الدعم المعنوي بالدعاء له والتخفيف عنه بالكلمات الطيبة ننتقل إلى صفحة 29 عندي نشاط واحد رتب الأحداث ترتيبا صحيحا من 1 إلى 4 طبعا عندي أول واحدة طبعا مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم للأصحابي في اختيار طريقة إعلام المسلمين بوقت الصلاة 2 ذهب عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واغبره بأنه رأى رؤيا بالآذان رقم 3 أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه بالآذان لنداء الناس للصلاة 4 طبعا تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة نشوف نشاط رقم 2 اللي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 0 كانت القبلة قبل أن تتحول إلى الكعبة المشرفة بمكة متجهة إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام طبعا إلى المسجد الأقصى رقم B أصبح هناك احتياج لطريقة لإعلام الناس بوقت الصلاة طبعا لزيادة عدد المسلمين ولا تحويل القبلة ولا غياب الناس عن المسجد طبعا إيه بسبب زيادة عدد المسلمين رقم جيم الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغبره برؤية رأيها في منامه طبعا عبد الله بن زيد رضي الله عنه نشاط 3 جالي صمم جدولا بخطوات الاستعداد للصلاة تساعدك على الانتظام فيها خطوات الاستعداد للصلاة بداية من سماع الآذان حتى إقامتها عند أول حياة الترديد خلف المؤزن الوضوء للصلاة وعند الاتجاه للقبلة 32 نشاط واحد ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات التالية مع التصويب رقم ألف كان اسم عبد الرحمن بن عوف قبل الإسلام عبد عمر لعبارة صحيحة رقم باء آخة صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وأبي أيوب الأنصار من الأنصار العبارة خطي طبعا آخة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار نشوف نشاط رقم 2 ألف كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طبعا من السابقين الأولين الذين صارعوا إلى الإسلام فكان ثامن مسلم يدخل إيه الإسلام رقم باء عندما آخ صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع رضي الله عنهما قال سعد إن أكثر الأنصار مالا فأقسم لك إيه نصف مالي وعطيك نصف إيه داري فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك ودارك وطلب منه أن يدله على إيه على السوق نشوف نشاط رقم 3 قال اكتب بعد مسئولياتك اليومية واذكر كيف ستعمل بجدية اقتداء بالصحابية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طبعا أجتهد في مساعدة أسرتي وأساعد من يحتاج إيه المساعدة 36 نشاط واحد رتب تتابع أحداث قصة موسى رسع عليه السلام كما تعلمتها عندي طبعا أول حدث حدث معي طبعا طلق موسى عليه السلام الوح من ربه بأرض سيناء تاني حدث طبعا معي ذهاب موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون طبعا ثالث حدث حدث معي مواجهة موسى عليه السلام فرعون ورابع حدث والأخير طبعا اجتماع صحرة فرعون يوم مئيه الزينة نشاط اتنين قال يضع علام الصح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية طبعا عندي رقم ألف قال استجابة فرعون للمنطق والحجج موسى عليه السلام العبارة خاطئة رقم باجة للإله الحق لا يمكن أن يخاف أو يدهج أو يعجز عن فعل أي شيء العبارة صحيحة رقم جيم آمن اتباع فرعون بدعوة موسى عليه السلام العبارة إيه العبارة خاطئة رقم ذلك المتكبر لا يذعن للحق عادة العبارة صحيحة نشاط ثلاثة قال اذكر معجزتي موسى عليه السلام لفرعون طبعا عندي أول معجزة تحول عصى موسى عليه السلام إلى ثعبان والمعجزة الثانية طبعا خروج يد موسى عليه السلام بيضاء أمام الناظرين نشاط أربعة قال استخر من الدرس صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى طبعا الله تعالى لا يحتاج إلى شيء هو الغني جل وعلا الله تعالى لا يعجزه شيء وهو القدير سبحانه وتعالى رقم الذاتين عند نشاط واحد أكمل الجمل التالية مديني كلمات المفطرات عبادة الامتناع رمضان عند صوم ما ايه طبعا صوم رمضان هو ايه طبعا الامتناع عن الطعام والشراب وغيرهما طبعا من ايه من المفطرات من طلوع الشمس حتى غروبها طبعا عبادة طبعا ايه عبادة لله عز وجل نشوف نشاط رقم اتنين جل لضع علام الصح او علامة خطأ امام الجمل التالية رقم الف من فرائد الصوم النية طبعا العبارة صحيحة رقم باء من صنع الصوم الامتناع عن الطعام والشراب العبارة ايه خاطئة طبعا دي من فرائد رقم جيم فرائد الصوم هي الافعالة التي يصح بها العبارة صحيحة رقم دال تأخير الفطر من مسحبات الصوم العبارة ايه العبارة خاطئة نشاط ثلاثة جل حد شرطين من شروط وجوب الصوم طبعا عندي الإسلام والعقل نشاط أربعة جل استنتج كيف يمكن أن تساعدك عبادة الصوم في تعلم الصبر على تحقيق أهدافك في هوايتك المفضلة طبعا الصوم هنا بيهتهزيب النفس عن طريق تحكم الإنسان في رغباته من أكل وشرب وغيرهما من طوال فترة صفحة 42 عندي نشاط واحد اختر مما بين القوسين ثلاثة أعذار مبيحة للفطر عند الصوم عدم الرغبة في الصوم المرض وكبر السن طبعا عندي الثلاثة أعذار المبيحة للفطر عند الصفر والمرض وكبر السن نشاط اتنين صل بين ما يفسد الصوم وما لا يفسده طبعا ما يفسد الصوم عندي عندي القيء أو العمد القيء العمد وعندي كمان الأقل والشرب متعمدا عندي بقى ما لا يفسد الصوم عند طبعا المضمضة والاستنشاك في الوضوء عند الاكل والشرب ناسيا استخدام فرشات ومعجون الاسنان اللي لم يدخل شيء إليه إلى الجوف نشاط ثلاثة جالي اختر بحثا يوضح فوائد الصوم على صحة الإنسان طبعا الصوم فيه طبعا صحة الإنسان اللي هو بيريح الجسم ويمتص المواد المتبقية في الامعاء والتي يؤدي طول مكثاه إلى تحاول النفايات سامة ويحسن وظيفة الهضم والامتصاص صفحة 45 عندي نشاط ويحضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمال التالية رقم ألف زكاة الفطر بتعني الفقير عن السؤال يوم العيد العبارة صحيحة رقم باء زكاة الفطر ليست واجبة على المسلمين طبعا بارهن خاطئة رقم جيم تخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد طبعا عبارة خاطئة نشاط اتنين جل أكمل الجمال التالية عند الطعام ونقودا والطمر أو الشعير أو الأرزة وغيرهما وإيه وعند صاع يعني تخرج زكاة الفطر بقدر إيه صاع من الطعام الأساسي للناس في بلدهم كالطمر أو الشعير أو الأرزة وغيرهم ويمكن أن تخرج إيه نقودا بما يوازي قيمة هذا إيه الطعام عند نشاط تلاتة جل أذكر أربعة مصارف لزكاة الفطر مع تعريف كلهم إيه منهما عند مصارف الزكاة الفطر عند أول حاجة الفقير هو من لا يملك ما يسد إيه حاجته الأساسية عند المسجين هو من لديه مالك فيه من إيه من المال عند العاملون على الزكاة طبعا هم إيه الجمعون لها وعند الغارمون من أصحاب الديون التي حان وقت إيه محة ستة واربعين عند التقييم التكويني عند النموذج الأول نشاط واحد أكمل الجمال التالية مدين الرحمة خفيفا الأخلاق قويا الجمعة قول السوء المخطئ فعل العيدين تقرير ساكنا المعاملات مشددا إيه ذنبه عندي أول حاجة تطلق السنة النبوية الشريفة على كل ما تم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول طبعا أو فعل أو إيه تقرير أغلبها في الأخلاق والمعاملات بين الناس رقم بقل من مظاهر رأفة الله سبحانه وتعالى بين قبوله عز وجل إيه توبة طبعا المخطئ مهما إيه مهما عظم إيه ذنبه رقم جيم لصورة الأعلى كانت من الصور المحببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام وكانوا يصلي بها صلاة طبعا الجمعة والعيدين رقم دال القلقلة الكبرى يكون صوتها طبعا إيه قويا وتطبق إذا إيه جاء حرف القلقلة في آخر الكلمة مشددا أو إيه أو ساكنا وأما القلقلة الصغر طبعا فيكون صوتها طبعا إيه خفيفا وتطبق إذا جاء حرف القلقلة في طبعا إيه في وسط الكلمة ساكنا ورقم نشاط رقم اتنين جل لضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل التالية رقم واحد أو رقم ألف علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه التعامل مع الأوبئة والأغذب أسباب الوقاية بالابتعاد عن مناطق الوباء والدعاء للنفس بالشفاء والعافية العبرة صحيحة رقم باء كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الصابقين الأولين الذين صارعوا إلى الإسلام فكان تاسع مسلم طبعا العبارة هنا إيه العبارة خاطئة دقا طبعا إيه السامن نشوف مع بعضين سورة رقم جيمجا لأصبحت الكعبة الشريفة قبلة للمسلمين في أنحاء العالم بداية من السنة الرابعة للهجرة العبارة خاطئة رقم ده الاستقبل فرعون من دعوة موسى عليه السلام لعبادة الله عز وجل الواحد خالق السماوات والأرض العبارة صحيحة نشوف 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 رقم ثلاثة جلسة للجمل بالعموت آلف بيمان وسباب العموت إيه باء عندي النية طبعا إيه فرائد الصوم عندي تأخير الصحور ليكون قريبا من آذان الفجر دي طبعا إيه من زنان الصوم عندي تعجيل الفطر بعد دخول وقت المغرب ده طبعا إيه بردو سنان للصوم الامتناع عن المفطرات طبعا ده ايه من فرائد الصوم عن النموذج الثاني والأخير معايا في المحور الثالث صفحة 47 نشاط واحد ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل التالية رقم آلف أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس بشكل عملي ما جاء في القرآن الكريم من أوامر ونواهي وأخلاق العبارة صحيحة رقم باء من مظاهر رأفة الله سبحانه وتعالى بنا القاؤه المحبة والرأفة في قلوب أحبائنا طبعا العبارة صحيحة رقم جيم التقرير هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام على إيه؟ قول أو فعل قام به أحد الصحابة أو علم به ولم يعترض أي عليه العبارة صحيحة رقم دال أحرف القلقلة ستة هي القاف والجيم والطاء والرأ والدال والبي طبعا العبارة هنا خطيئة طبعا حروف القلقلة كمان إيه؟ خمس حروف متمثلة طبعا في كلمة إيه؟ قدبه جد رقم نشاط رقم اتنين جالي رتب أحداث بداية الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة طبعا عند أول حدث اللي هو إيه طبعا في البداية كان المسلمون يذهبون إلى المسجد دون نداء للصلاة رقم اتنين تشاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلام الناس بوقت الصلاة فمنهم من اقترح الجرس أو البوق أو أن ينادي أحدهم الصلاة الصلاة ثلاثة عندي ثم أخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم برؤية رأىها في منامه رقم اربعة رأى في منامه رجل ينادي على الناس للصلاة بهذا النداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر رقم خمسة فكان بلال بن رباح رضي الله عنه أول مؤزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف نشاط رقم ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم ألف ما يفسد الصوم في نهار شهر رمضان طبعا ألقي ألقي ألعمت رقم باء من الأعضار المبيحة للفطر طبعا عندي ايه عندي الصفر رقم جيم ذكاة الفطر واجب على المسلمين وتقدر بصاع من الطعام الأساسي طبعا لطعام ليلة ليلة العيد ويومه رقم درجال من سنن الصوم طبعا تعجيل الفطر بعد سماع ايه بعد سماع الآذان رقم هاء يعد الصفر من الأعضار المبيحة للفطر لمسافة لا تقل طبعا عن ايه تلاتة وتمانين ونص كيلو متر وبكده سنة خمسة وصلت معاكم لنهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكم ياريت ما تنسراش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته